طلب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن أبو بكر بعبيد السعودية بضخ وديعة مالية جديدة في البنك المركزي ذلك من أجل حفاظ على استقرار أسعار الصرف وضمان سمار تمويل استراد السلع كما قال بعبيد لقناة يامن شباب من الوديعة السابقة والتي تقدر بملياري دولار استفدت منها البلاد والتجار أيضا حين عملت على تمويل كافة السلع الأساسية مشيرا إلى أنها حاليا شرفت على النفت نحن نطالب كما الأخوة في المبلقة والشقة في المرقع والسعودية إذا في إمكانية تعاولا منهم وتساعدة أن يعيدون نفس الوديعة ويكرروها لاستقرار الحالة وخصوصا أننا في حالة وضع مستثنائي فالوديعة استفادت منها التجار واستفادت منها البلد كله